اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بدوفي في هذه الفقرة محمد جمال زكا محمد حبيبا كابت كله تمام زي الفل الحمد لله أي ما نخبرك يا حبيبا كله تمام يا كابت كله كويس الحمد لله اللي ينتظر الأهلي في موسم 22-23 ما حاب أبص هسأل بس 23-23 هيحصلين كل خير كل خير شكراً سلام لا لا الموسم برضو صعب يعني عندنا ضغطة السنة الجاية هسأفضل من الموسم اللي فات من المفترض أنه يكون أفضل ليه لأن ما فيش كاس أمام أفريقية خلاص في 23-23 سواء كان صيف أو شئة يعني اتأجلت مفروض كاس العالم يعني للأسف لأسف طبعا مصر مش فيه فمفروض فيه شهرين عندك شهر كمان هو فيه فاضي الله أعلم الشهر ده يتسكن فيه ايه ولكن فيه النص الثاني بقى من الموسم اللي هو ان شاء الله الأهلي عدي دور 32 في دوري أبطال أفريقيا هتدي بقى المعمعة اللي هي بتاعة فبراير مجموعات دوري أبطال أفريقيا مع الدوري اللي مفترض حسب الأستاذ أحمد دياب لما طلع في أحد الحوارات الصحفي تلفزيونية مع الزميل هني حتحوت وقال أن الدوري المفروض سيبتدي في أكتوبر ويخلص في يوني لم ترى الأستاذ أحمد دياب في أحد القنوات التلفزيونية على قناة الأهلي أنا لا مع الزميل إسلامي أنا بتكلمش انت كان مبارح مع تقديلي طبعا الهاني وحبيبي صديقي لكن أنا بتكلم طبعا طبعا لا تفضل فهي دي الفكرة أن السنة نفسها مفروض تبقى أفضل ولكن الدنيا مضغوطة هيبقى فيه وارد ما نلعبش دوري في وقت كاس العالم أنا ما عرفش هنعمل فيه وقت كاس العالم طبعا ممكن يقولك فيه أندي عندها لعيبة طب الأهلي قبل كهة كان عنده لعيبة دولية بتلعب ومتخبت كان بيلعب في دوري عادي ويلعب في كاس عادي ما نعرفش أنا مش قادر أتذكر أبس أنا أعتقد أننا لعبنا قبل كذا تخليني وقت كاس العالم أعتقد أن لائحيا ممنوع اللعب ما نعرف أحيلا ممنوع لاعب الدوريات لكن البطولات الأخرى المحلية ممكن يمكن أغذ استثناء عليها وده حصل قبل كذا في السعودية وقطر المنديال اللي فات ولمني بطولات ولا والريدي الربطة بعتت وGold الربطة وستثناء كاس الرابطة وكاس كاس الرابطة وتك fazer انهم تلاعبوا في فترة كاس العالم ولا الدور الدور لا تلاعب فترة او أدخل ثم من حولs سنكون دائماً حسنا her18 سن بطال động هي نستخدمها لرحلة مرتبة you can act كاس وكاس يعني كاس مصر والربطة كاس مصر والربطة إن شاء الله هيتلعبوا فيه فترة توقف بتاع المونديال وقال رابطة بعتت طلب الاستثناء لسه ما تردش عليهم لكن قال رابطة بعتوا طلب الاستثناء لاتحاد الدولي إنه يتلعب البطولتين دول تحديدا في فترة المونديال ده فيما يخشوا إنه يتلعب شارع 11 وهل هناك حالات سابقال زي ده تمت في السعودية وتمت في قطر قبل كده وتلعبت أثناء كأس العالم تلعب ببعض الموارات باستثناء بطولة الدوري نحن في مصر نحن فاكر فيه مرة كنا فيه ماتشاتكا سعلم شغالة وإحنا كنا هنا بنيلعب في مصر أنا مش فاكر إمت يعني ممكن يكون بقى ماتشاتكا كتير فالدنيا دخل في بعضها معي مش عارف لأنه مواصل الدوري كتير بطولة الدوري لا بطولات المحلية الأخرى خلاف بطولة الدوري يمكن أخذ استثناء عليه وده قريب دي رابطة بعتت ويتم الرد عليهم وقت ما يتمره وأعتقد أنه يكون بالموافقة ففي أغلب الظن أنه بطولة كاس الرابط وكاس مصر النسخة القديمة نسخة 21-22 نسخة المنتهية هي اللي هتكمل فيه شهر 11 الموسم المنتهي الموسم المحلي المنتهي هيكملوا بقى النسخة اللي هو الكاس على رأي هيمن مش الكاس القديم قوي الكاس القديم بس الكاس القديم قوي ده عشان نبقى بس نفرق الكديم قوي ده اللي خلص إن انتهى لو كان نسخة 21-21 ده نسخة 21-22 كاس القديم نسخة القديم بس لما نبدأ الكاس الجديد ففي أغلب الظن برضو أنه أنت الموسم هيتضغط معك إكباري لأنه أنت حتى لو لعبت الكاس وكاس الرابطة القديم عندك الكاس الجديد لسه هيتلعب بعد العودة من كاس العالم بعد توقف كاس العالم بص أنا ما بشوفش مطشات الكاس يعني تسبب ضغط لأ أما كان مع الدوري أنت مش تقدر مش تقدر تستغل هذه الفترة لأنك بادئه في شهر عشر وعايز تنينه في 30-6 فأنت عايز تنهي في هذه الفترة كل مباريات أسبوع الدوري بعد كاس العالم أنت ما عندكش حاجة خلص بس لا يبقى فيه دوري وفيه توقفات بسبب بسبب دوري أبطال أفريقيا للفرق الأربعة دوري أبطال أفريقيا تطمع ومهما كان موجود دور أبطال أفريقيا طول عمره حلو أنت عايز تنهي الدوري السنة دي بقى شهرين بدري عايز تنهي الدوري شهرين بدري أنت الدوري السنة دي انتهى 30-8 كان عندك زيادة السيزون اللي فات توقف دوري التوقف أمم أفريقيا السيزون ده عندك توقف كاس العالم مماثل آه إحنا ما بنشتركش بس كده كلام الدوري مش هشتغل فهو نفس التوقف نفس الفترة لا بس أنت قبلها كنت متوقف في كاس العرب كاس العرب وكاس الأمم كاس الأمم فأنت خدت هنا شهرين حلو المرات هيبقى فيه توقف شهرين 40 يوم حتى لو أفرت توقف كاس العرب أنت عندك في نهاية الموسم عايز تنهي على الأقل شهرين بدري أنت نهيت 30-8 عايز تنهي 30-6 التوفير ده هتجيبه منين الموراة برضو هتضغط يعني الموسم برضو الموسم برضو لازم نقوم مستعدين مهيئين أننا برضو عندنا ضغطة موسم هتبقى يعني ممكن في البداية ما تبقاش في ضغطة لأن برضو في أكتوبر متعرف أنا كنت أتخيل العكس أن كان يجب أن تكون ضغطة في البداية لأن كل الأندية ريحت كل الأندية أخذت على الأقل ما هي الحسنة الوحيدة في السيزن الحسنة الوحيدة في السيزن أن للمرة الأولى يبقى عندك شهر راحة للمرة الأولى من 3 سنين ده الموسم الرابع في الموسم الرابع اللعبة أخيراً بترتاح لمدة شهر وبالمناسبة لو جينا عملنا الأفريج بتاعة المعارية الدولية سواء الراحة السلبية أو الـ اللعبة الأندية بنتكلم على شهرين ونص لتلات شهور في كل دوريات الدنيا في كل مش بس أوروبا حتى دول المنطقة نحن السنة دي فرحانين جداً ونقول الحمد لله إن إحنا بقى عندنا 40 يوم فحنا بنتكلم من الأفريج من شهرين ونص لتلاتة ما بين بيت اسم وبين الراحة السلبية وـ حتى الدوري المصري لكن من 15 سنة على 20 سنة في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة ما بقاش أصلاً عندنا لا بري سيزن لا استعداد ولا معسكر ولا رحة السلبية فالحسنة الوحيدة اللي حصلت في هذا التوقيت إنه إنت بقى عندك 40 يوم أسمتهم بالراحة السلبية وبعد يوم 20 يوم معسكر إعداد أعتقد ده يديك من الحسنات اللي أنا شفتها ودي تحسب لمجلس إدارة الناد الألي واتخذه قرار بأن أنت تريح كل اللاعبين اللاعب والأساسين اللي لعبوا مبارات أكتر من 60 أو 65 أو 70 مبارات قريباً وبالتالي أعتقد اللي حسنا مهمة جداً ولازم أقولها في كل حلقة طيب بالنسبة بقى الكاس السوبر الأفريقي ده برضو من الحاجات اللي أعتقد من الموسم يعني هو أول لسه على الموسم اللي جاي يعني مش ال مستريباً حيلحق يعني هل هو إيه هتبتيت نستعدله إدارياً 8-13 مع نوية اللي هو إيه يعني نجاهز نفسي من دلوقتي بس اللي هو أكيد التركيز عليه هيبقى مثلاً مع شهر 6 23 أو شواء اللي هو إيه السنة نجال إن هو البطولة دي النسخة دي هتنطلق زي ما جيمي قال كده في أغسطس 23 بطولة كمان هيبقى لسه معها دوري أبطال أفريقي حتى لو يعني هو لسه ما أعلنش بس في الطريق إن دوري أبطال أفريقي نفس السيستم بتاعه يتغير ويرجع زي السيستم القديم اللي هو المباراية كلها وما فيش كلام من اللي هيلعب دوري السوبر ليج مش هيلعب دوري أبطال أفريقيا يعني ممكن نلاقي مثلاً إن شاء الله الذي العلي يلعب هنا وهنا لأن السوبر ليج كمان نظام التقهل اللي مختلف لأنه بيعتمد على الرانكينج بتاعك في أفريقيا في آخر خمس سنين وهم متصنف أو متقسم على ثلاث مجموعات المجموعة بتاعت شمال أفريقيا مجموعة غرب أفريقيا مجموعة شرق وجنوب أفريقيا فمجموعة شمال أفريقيا دي اللي هي هنبقى وفقاً للترتيب الحالي اللي هو مستمر معنا للسنة الجاية النادي الأهلي هو رقم واحد من التامن فرق هتلعب في شمال أفريقيا النادي الأهلي إن شاء الله يبقى موجود في السوبر ليج. هتلعب مع مين في الوقت هتلاقي نفسه تلعب التراجي رايح جاي متلعب الزمالك رايح جاي الوداد الرجاء هتلعب 14 ماتش معه. بس الستة من التمانية هيوصلوا تجاهل خمسة من التمانية وأفضل سادس في تلات مجموعات بس أنا قصدي أنه الملشاط نفسها كابتن إسلام تقيل يعني أنت مثلا كنا بنقول ليه. وقت في دورة أفريقيا بتلعب المجموعات مع فريق واحد اللي هو التصنيف الثاني ممكن يبقى حد تقيل شوية بعد كده تبتدي في الدورة التمانية هي المواجهات اللي ايه ممكن بقى تروح تلعب التراجي بعدها تلعب الرجاء تلعب لو قبل كيكن بلعب الزمالك مثلا في الأدوار دي أو في المجموعات ولكن دلوقتي انت الناس دي هتلعبها في الأول يعني خبط لازق كده انت تروح تلعب التراجي تروح تلعب الرجاء بعد كده هيبأسل يعني مش أسل المفروض دورة الستاشر القرعة اللي فيها تتعامل أن انت يتتجنب ان انت ما تلعبش فرقة من نفس المجموعة بتاعتك بس هتيجي بقى في دورة التمانية ويرت تصطدم بنفس الفرقة تاني فهي ميزتها يعني هي ليه طبعا مميزت لي يعيو بس ميزتها ان الجائزة بتاعتها مغرية جدا انا كنت تتكلم في جائزة 11 مليون دولار ده اللي هو المركز الأول بعيدا عن يعني غير كده غير ان فيه إضافات يعني فيه بونس على 11 مليون ده الجائزة المالية اللي ياخدها مركز الأول لكن يبقى فيه كمان بونس للمركز الأول ده ممكن ياخد رعايات معينة ياخد فلوس إضافية فبتتكلم في ميزانية اللي هي تخليك ميزانية حاجة 11 مليون دولار ده مبلغ كبير جدا مبلغ يعني مبلغ يعني وناخده على دلوقتي 11 في وكاب بمع 11 في 20 يا أتبر هو أقل شوية فبنتكلم في حالي متى مليون جنيه 10 في 20 صح مبلغ يعني عايشك فترة كويس نحن بنتكلم فيه بطولات المليون دولار فيها بيبقى مبلغ كبير فما بقى بطولة 11 مليون دولار فيها فأعتقد دين الأهلي محتاجك طبعا أكيد النادي الأهلي الإدارات في فترة لكن نقول من الحياة دلوقتي فاضية عندنا فتر لازم دين ناخدها محمل يلازم في لها استعدادات خاصة الدنيا فيها مختلفة لأنها فعلا بطولة لو مشت بالسيستم المحطوط لها هي نعلة تانية لأنديت أفريقيا خلينا نأكد بقى على الحاجتين فيما يخص السوبر وهنحط شوية التساؤلات مهمة الحاجتين المهمين رقم واحد أنه حتى الآن كل اللي احنا قلناه أو اللي تكلم عليه أيما لم يدخل حيز الرسمية هو لازال أو مقترح اتحض من ضمن لا 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 هو ده حقيقي هو أيمن عارف وده مقترح ده مقترح ده مقترح حتى في الجمعية التنصيقية اللي كانت موجودة في دار السلام في شهر أغسطس الشهر الماضي باتريس موسيبي يتكلم قال البروبوز اللي قاله أيمن ده من ضمن الحاجات اللي قالها لكن أكد أنه لازال قيد الدراسة وارد يتعمل عليه تعديلات تانية على نظام لكن البطولة موجودة طبعا لا لا البطولة موجودة أنا بتكلم على السيستم نفسه تبقى الإسلام تغضى البطولة مش موجودة لا لا في بطولة طبعا الأسئلة اللي احنا هنترح من ضمن الحاجات اللي أكد عليها باتريس موسيبي في ورشة العمل مع الأندية المحترفة أن بطولة السوبر هي بطولة للأندية المحترفة داخل القارة في مجموعة من التساؤلات التساؤل الأول أكد باتريس موسيبي أنه مش هشترك فريق مش هشترك فريق إلا لو عنده فريق قرق قدم نساء قد رقم واحد اتنين أنه أي فريق ما عندهش ملعب خاص به وما فيش حاجة اسمها ملعب لفريقين يعني ها أوقات تلال الأهل والزمال بيقدموا استديق قهر ما فيش حاجة اسمها ملعب لفريقين حتى لو هلعبه في أيام مختلفة ده رقم اتنين رقم تلاتة الرخص المالية سيتم التدقيق فيها الرخص المالية عشان بتلاتة السوبر الأفريقي سيتم التدقيق فيها مش بس مش بس الاتحادات الأهلية هتبلغه بسلامة موقف النادي ألف أوكي فالرخص المالية وده ينقلنا لنوقت تاني أنه في بعض الرخص المالية لم يدقق فيها الاتحاد الأفريقي حتى اللحظة اللي بنتكلم فيه بعض الرخص المالية الخاصة ببعض الأندية لم يدق فيها الاتحاد الأفريقي حتى اللحظة. ليه؟ لأن الاتحاد الأفريقي بيأخذ حاجة اسمها إجازة. يعني إيجازة؟ يعني بيجي الاتحاد المصري يقول له هذا النادي مستوفي للرخص المالية. طالما ما فيش حد راح يشتكه. الاتحاد الأفريقي بيمشي الأمور. وده اللي حصل. لا بطولة السوبر يبقى فيها تطقيق كامل. يعني هياخد موقف النادي بالكامل. يعرف مصاريفه قد إيه. مدخيله قد إيه. مستوفي الشروط والفينانشال كاب أو السقف المالي للرواتب والتعاقدات. وكمان العقوبات لو عليك عقوبات مدفعة تهاشة أو رمطة. ما هي دي بتدخل من ضمن الملف المالي بتاع الفريق. الملف المالي بتاع الفريق. الحاجات دي كلها هي مجموعة من التساؤلات. ولو المدرب ماشي وسابك وما دفعتلوش. بتحسب قده. لو صادر حكم نهائي. لو صادر حكم نهائي. ده يبقى في الكل بقى. على الكل طبعا. على كل لكن الجديد أنه اللي بيحصل دلوقتي. أنه في بعض الأندية عن الفترة الماضية عن الموسم المنقضي. اللي تحدد في الاتحاد الأفريقي قال أي حد عنده مشاكل مالية. أو مخالفات لم تسدد حتى 31-12-2021. لا يمكن له الاشتراك. إيه اللي حصل؟ كله رحل. لا. إيه اللي حصل؟ في الان دي بتحلتش لحد الوقت. بسا خدوا الإجازة. وخدوا الإجازة من اتحادات الأهلية. زي. أه من اتحادات الأهلية. لأنه الاتحاد الأفريقي ما كانش بياخد الفانانشل فايل أو مالي. ما بياخدهش هو يشوفه. هو بياخد الإجازة دي من الاتحاد الأهلي. أنت النادي بتاعك ده موقفه سليم. عندك آه موقفه سليم. الاتحاد الأهلي. تأكيدا لكلام جيمي. أن حتى لو كان حصل في بعض الفترات. تلاقي مثلا الاتحاد الأفريقي بيوقع عقوبة. أو غرامة ملاية على اتحاد ما. بسبب أنه مثلا عنده نادي لأن في الرخصة بتاعته مش عارفه مشكلة أو اتنين. بس واخد الإجازة. فطيب فالعقوبة بتاعتك غرامة مالية قدرها. مش عارف كم ألف دولار. وخلص الموضوع. ترس على العقوبة مالية في النهاية. هذا العز والأيمان. حاليا. لكن بعد كده. بعد كده الفايل المالي نفسه التطقيق فيه. الموقف المالي بتاع كل فرقة. هيتم التطقيق فيه المتحاد الأفريقي. أوكي. لحد أفريقيا هياخد هو الموقف المالي. هو يقول بقى ينفع ولا ما ينفعش. فهمتك. مش الاتحاد المسفرده. طبعا قبل بطولة السوبر. فيها أتمنى أنه يتم. لأنه تاني فيه أندية. وأنا بقول لك كلام ده. بناء على عقوبة تم توقيعها على بعض الاتحادات المحلية. بعض الاتحادات المحلية. عقوبات مالية اتحطت على الاتحاد. لأنه قد إجازة برخص لأندية. المفروض ما تاخدش الرخص. ده عقوبة رسمية. أنا مش بقول لك معلومة سرية. عقوبة رسمية تمت غرامة مالية على بعض الاتحادات. على بعض الاتحادات المحلية. اتعملت عليهم هادي الغرامات وهادي العقوبات. بسبب الإجازة لفرقة لا تستحق الاشتراك في دوري أبطال أفريقيا. ومنها قصة الملاعب بالمناسبة. آخر شرط كان الملاعب. الملعب اللي هتختاره يتم معاينته. قبل بداية البطولة. معاينته. لازم الاتحاد الأفريقي. مثلا يعني. مثل قال يختار أستاذ القاهرة. تمام. نادي الزمالك اختار أستاذ الدفاع الجوي. مثلا يعني. جميل. يبقى ده تمام صح? ده ما فيش عزمة لا خالص. إنما ما ينفعش الناديين. اختاروا نفس الملعب. حتى لو أيام مختلف. حتى لو أيام مختلف. والملعب نفسه. يعني أستاذ القاهرة طبعا أكبر أستاذ في أفريقيا كلها. و أفضل أستاذ في أفريقيا كلها. لكن بقول المعلومة العامة. إنه لازم في لجنة تيجي من الاتحاد الأفريقي. تشوف الملعب وتديله الإجازة. مهما كان اسم الملعب. يعني الملعب فيه مشكلة أمنية ما. مش هيده الإجازة للفرقة. اللي هتلعب على الملعب ده. إلا لما هم يعينوه. بعدها هيديك حل من الاتنين. ياما هو يجيز الملعب. زي ما حصل مشكلة في السودان المسلم اللي فات. ياما هو يجيز الملعب. زي ما حصل في أفريقيا الهلال. أو لا يجيز الملعب. ويقول لك إن الروح ملعب تاني. في أفريقيا. في أفريقيا. اللي ده بتقوله ده هيحصل في أفريقيا. لا حصل. حصل. حصل مع السودان. فيما يخص الملعب. مش الرخص الملعب. يعني الأمانة الكاف. ودي كانت أعتقد البداية. القصة دي كانت مع المرحوم عمر فاهمي. يعني وقت ما كان هو سكرتك. هاته البداية. يعني بداية إنه حط الاشتراطات اللي هي. حتى فكرة إن بطولات أفريقيا لازم أليها موعيد سبت. لو ما ينفعش فيش حاجة اسمها. ماتش دوري أبطال وكونفودراليا 2. اللي هي بتلعب في نفس اليوم جمعة. والسبت ماتشات دوري. لا دوري الأبطال وكونفودراليا يومين. والكونفودراليا ليه يوم. حتى قصة الملعب. عشان البس التليفزيوني والحقوق. فالملعب دي كانت تبتد. أرحمه كان عبقري. أه لا لا كان يعني كان حاطة سيستم وكان ماشي. يعني إحنا جزء كبير من الحد ما فيه حاجات كويسة حصلت في بطولات أفريقيا منها. حتة الملعب دي كانت مهمة ليه؟ لأنكم تلاقيت روح تلعب في ملعب. هي في دور مجموعات وفي دور 16 ودور 8. تلاقي الملعب نفسها مستهلكة. فإلى حد ما دلوقتي الأمور أفضل. ملعب فيه مشكلة بيستبعد. وتلاقي ممكن تلاقي نادي الأهلي مثلا بيلعب فريق رواندي. يروح يلعبه في الكاميرا أو لو ما فيش يلعبه هنا. مثلا مثل المريخ مثلا كان عنده مشكلة في ملعبه. ملعبوش في السودان لعبه هنا الهلال. قدر يصلح مثلا بموقفه. كان بيلعب في ملعب في بريتوريا. لا ناقلت أولا عيس تلعب الساعة ثلاثة لعب. بس تلعب في ملعب تاني أفضل. اللي حتى لعبنا فيه آخر بطولة. وهكذا فإن هذه الأمور المفترض. إن هي مع الفترة الجاية في الكاف. المعاناة اللي عانناها في الجزء اللي تعتنظيم حتى مبارات نهاية دوري أفطال أفريقيا. ده مفروض مع دوري السور أفريقيا. ليه؟ لأن البطولة دي كمان طلعة بمباركة الفيفا. يعني هي أصلا. تلعب إيده معاها. أه والاستثمارات موجودة والفلوس. وهي أصلا فكرة يعني الجزء منها كانت فكرة إنفانتينو. فالنهاردة وهتقار فيها فلوس كتير. فلازم في حاجات معينة اشتراطات مش هنشوفهم. يعني النادي الأهلي لما يجي هنا مثلا في الاتحاد الأهلي يتقلوا عشان تسجل كهرباء. ادفع المديونيات اللي عليك الكاشف. فالنادي الأهلي يدفع الفلوس اللي عليك. يجي عندي أخرى تيجي تسجل لعباتها. يقول له طب قصة المديونيات اللي عليك لحد دلوقتي مثلا. فيش الكلام. فيش الكلام ده تتخلص حكتك أول بأول. فالنهاردة دي تدي حتى مساح النهاردة وارد. ممكن تحسن على نادي الأهلي نفترض يحسن على مديونيات ما ستسدداش خلاص نادي الأهلي مثلا ما يقايتش العب. في كل الأندية النهاردة نفترض 18 17 نادي في الدوري ما ستددوش مديونياتهم فلاص ما يسجلوش العيبة وهكذا. والكلام ده هننتكلمش طبعا عن تحاد بس. أنا في دوري أبطال أفريقيا وسوبر ليك يعني الكلام ده على التحادات في المغرب وتونس والجزائر كل التحادات كل التحادات نتمنى احنا عايزين نشوف بطولة لا سوبر ليك دي نشوفها تبقى عاملة ازاي ونستفيد إن شاء الله نادي الأهلي وقتها يقدر أن هو يستفيد منها وإن شاء الله يبقى وقتما تلاعب يبقى نادي الأهلي هو أول بطل لها يعني إن شاء الله. جمي كاس العالم للأندية هل سيتم تغييره إلى 24 نادي وهل لو تم تغيير 24 نادي الأهلي سيكون مشارك هذا الموسم يعني. مجرد لسه مجرد مقترحات ما فيش أي اختار تم لأي اتحاد قاري خالص خالص بأنه هو ده اللي هيتعمل. في بربوزل مقترحات بتقدم عشان ما يخسروش الرعاية ما يخسروش المدخيل يكبروا حجم البطولة أو حتى تتعمل في توقيتها. قصة تعرضها مع بعض البطولات التانية زي اليورو أو حتى تداخل كاس العالم السنة دي فمش تقدر ناك تاخد توقف تاني. ده هو ده اللي عامل الأزمة وبيحاول يحلوها لحد الوقت. في محاولات إنها تتلاعب في أكتر من بربوزل إنها تتلاعب في اليابان إنها تتلاعب في الصين إنها تتلاعب في كندا. دي المحطوطة إنها تتعمل بالـ 24 فريق السيزن اللي جاي. لكن حتى هذه اللحظة ما فيش أي اختار بحاجة رسمية كلها داخل الوركشوب أو داخل ورش العمل في الاتحاد الدولي. لجنة المسابقات والأندية في الاتحاد الدولي بتحاول إن هي تعمل ده خلال السيزن. بيحاولوا دوروه على جاب. بيدوروه على توقيت يتعمل فيه. لأن قصة إنها تتلاعب 24 نادي مش بالأمر السهل. مش بالأمر السهل اللي فاتوا. إذا كان هم مش عارفين يلاقوا التوقيت اللي هتتلاعب فيه على السبعة ولا على الستة ولا على التمانية اللي بيلعبوا بيهم في كل بطولة. فأنت هنا أمام معضلة الوقت. عندك أزمة في الوقت لو أنت هتقدر أن أنت توفر وقت يسمح بالأربعة وعشرين. لا هو مقترح الأربعة وعشرين عندهم أغلب لأنه مداخله المالية أكبر لأن عدد المباريات أكبر. فهما بيفضلهم لكن الأزمة في الوقت هيتسكم فين في السيزن. هيتسكم فين في السيزن ودائما الاعتراضات بتيجي من أوروبا فلازم يصلوا إلى اتفاق معهم يعني. ولو ده حصل هل سيكون الأهل المشاركة؟ طبعا مليون في المية مليون في المية وده في ورشة عمل تانية أكد باترس موتسيبي أنه لو اتعمل المقترح ده فالبطل والوصيف وبطل الكونفدراليه. البطل دوري أبطال أفريقيا نادي الوداد والنادي الأهلي ونهضة بركان كبطل الكونفدراليه. ثلاثة نادي أهل ده لو اتعمل البطولة يعني. لأن البطولة نفسها وقت ما خدوا بها القرار في 2019 نهاية لما تكتب قرار وقتها الفيفا لما خدوا أنها تتلعب. أعتقد كان الجمال وما يكاد في أمريكا أو حاجة زي كده وقتها. وقالوا أنها تتلعب في الصين في 2021 و24 فريق. وقتها لما أتذكر الاتحاد الأفريقي كان طلع بيان وقتها أن اللي هيلعبوا في أول نسخة البطل والوصيف. وكان وقتها يتعمل مباراة ما بين اللي هيخسره في السيمي فاينل. عشان خاطر يبقى الثلاث فرق بتوع أفريقيا اللي هيلعبوا في نسخة 21 لكاس العالم للأندية. طبعا البطولة أفريقيا وقتها لما خلصت كان النادي الأهلي والبطل وكايزر تشيفز هو الوصيف. وكان هيتلاعب مباراة ما بين الوداد والترجي عشان يتعرف مين الفريق الثالث. ولكن طبعا بعد قصة كورونا والترحيل بطولة اليورو والأولمبيات لـ 2021. الفيفا لقى نفسه أنه مش هيقدر ينظم البطولة دي خالص وبالتالي أجلها. وزي ما جيمي قال كده هم التفكير الأكبر عند الفيفا أنه عايز بأي طريقة يبتدي في البطولة دي. أنه يسبتها ويحط لها معاد. لأن إنفنتينو نفسه حتى وقت إعلان تأجيل البطولة اللي هي بـ 24. الشكل المعدل 24 نادي لكاس العالم للأندية. ولما أعلن وقتها أن هي هترجع تاني سبع أندية وقت ما أقيمت في قطر ثم بعد كده في الإمارات. هو نفسه ألف أكثر من مؤتمر صحفي. قال إن تأجيل البطولة للشكل الجديد لكاس العالم للأندية. ده فيه خسارة للأندية والاتحادات والفيفا. فقال يعني أنا مش بنحنا لازم نساعد بعض إن احنا نلاقي توقيت ننفس فيه البطولة بتاعت كاس العالم للأندية بشكلها جديد لأن دي خسارة لنا كلنا. وللأمانة قطر وقتها والإمارات هم أنقذوا كاس العالم للأندية بالشكل الحالي. اللي هو نادي الأهل اللاعب في النسختين بتوعهم. هم يعتبر زي ما نقول كده أنقذوا الفيفا. القطر لما تدخلت واستضافت النسخة 2020 وبعد كده الإمارات نسخة 2021 لأن أصلا عشان تنظم بطولة زي كده. أنت لازم تحط الفلوس أو الاعتماد 25 مليون دولار فلوس ما بتستردهاش غير الجوائز غير. فهي البطولة نفسها بسبب الظروف الاقتصادية بتاع بسبب كورونا والحقوق حتى آخر نسخة. إحنا شفنا الحقوق بتاعتها كان فيها مشكلة يعني كان بتتزع على أبليكيشن بعد كده اتزعت على بوزابي المفتوحة على الإنترنت. ما تبعتش تليفزيون يعني البطولة نفسها فيها مشاكل حتى النسخة الحالية هم بتاعت سابعة ما فيش حد عايز يتقدم. إنه هو يستضفها لأن فيها خسائر. فالأفضل بالنسبة لفيفا إنه هو يلاقي معاد يحط فيه النسخة الأربعة وعشرين. هل هيقدر يعملها في سنة عشرين تلاتة وعشرين بعد تأجيل مثلا بطولة زي أفريقية موجودة. ما فيش اليورو ما فيش مفيش أولمبيات. ما فيش كسعام يكون خلص. هل هيقدر يحطها في صف عشرين تلاتة وعشرين. ده اللي احنا زي ما جامي كده قال. هم مقترحات الصحف في البرازيل وفي المغرب بتتكلم طبعا المغرب بيتكلموا لأن عندهم نادي. مفروض يعني كان هيشترك في البطولة في الصين طبعا هيك تتنظم أول نسخة. مزايد. آه. اليابان قالت ممكن والله ننقذ النسخة اللي هي بتاعة سبع أندية لو. ولكن. عظيبة. لكن الموضوع صعب. فنتمنى نحن نفسنا نتمنى أن نلقوا وقت سبع أربعة وعشرين نادي. لأن وقتها هتقى فرص أكبر لنادي الأهل أنه يشارك. لا إحيا لأنها هيبقى آخر نسخة عامات الدوري أبطال أفريقيا. فيها الوداد الأهلي. ولو هياخده طبعا ما تعملش مطش المركز الثالث في دوري أبطال أفريقيا. فهيبقى نهضة بركان من الكونفدرالية. فوقتها ممكن نادي الأهلي يشارك في هذا المحفل. لكن لو تأجلت طبعا أكيد هيبقى لها نظام آخر. الله أعلم من خلال السوبر ليج من خلال دوري أبطال أفريقيا. الله أعلم صعب جدا تتعامل في صيف عشرين وعشرين لأنه يبقى فيه يورو. وفي أوليمبيكس وكمان كاس أون أفريقيا تبقى في سنة عشرين واربعة وعشرين. فالدنيا زحمة. مش عارق يعني في زحمة. عدوية زحمة. طيب. برضو خلينا آخر سؤال برضو لأنه ده سؤال مهم جدا. إحدى قرارات تحت كرة القدم المصري خلال الأيام السابقة. أن يتم الاستعانة بعدد ثلاث أجانب تحت السن. إيه رأيك في هذا القرار. طيب أولا سياغة القرارات أنا عندي مشكلة كبيرة غزيمة معها يعني. السياغة نفسها لم يحدد. قاعد يلفه في الآخر يعني فيه عندها اللي يلعب. لو مهم يبقى فيه خمسة في المهم. لا هي السياغة صعبة جدا. يقول لك خمسة وبعدين واحد في الفئات السنية. طب أنت قدت أول قدت أول. أنا أقول لك وصح بتاعها إيه لناس استفسارت. لكن قدت أول السياغة على واهنها كده. زي ما مكتوبة يعني. تجيب تمنى أجانب تلعب خمسة. لا 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 تلاتة من الخمسة. لأنه ما قالش خمسة. ده قال خمسة بحد أقصى فوقه رح قفلها وسابها ومشي. هو الفرد يقول خمسة بالإضافة لتلاتة. وأنه يبقى خمسة بحد أقصى في الملعب. لا هو قال خمسة بحد أقصى في الملعب. طب أنهي خمسة. طب هم خمسة من اللي تحت ولا من اللي فوق. اللي هم كلهما على بعضة خمسة. طب اللعبي الفلسطيني اللي تم إضافته ده. هيعامل معاملة اللاعب المصري. ويتعد من ضمن. ولا هيعاد من ضمن الخمسة الأجانب اللي أنت قال عليهم. هيعامل الفلسطيني معاملة الملعب. أنا مش بأتكلم على خمسة كعقود. قال لك مصر. جوه الملعب. أنا أصد الصياغة نفسها مش مفصرة. لا لا أنا بقول لك يا ابن الآخر كده معناها أن أنت عندك خمسة حبيبي فوق وثلاثة تحت. عندك ثمان أجانب. عندك ثمان أجانب تخد المهمة خمسة فوق اللي لعبه. فالقرار نفسه. مش دا اللي أنت فهم. لا لا. دا اللي هم ترى صح. زي ما أنت قلت. دا اللي هم فصلوه في الآخر. لكن قصد الصغر نفسها كان فيها مشكلة جبيرة. كانت مفترض أنها تقوم محددة بشكل أكبر من كده. طيب نروح بقى الخمسة والثلاثة. الخمسة كما هو معتد. طيب التلاثة إيه المكتسب اللي إحنا ممكن نكتسبه من ده. صعب قوي أن أنت تستعين بلعب في 2006 صعب قوي تجيب لعب عنده 16 سنة أو 15 سنة صعب قوي 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 اللي أنا أعرفه أن في أوروبا تحديدا في أوروبا تحديدا لازم بقى في 18 سنة لا أنت ممكن تبقى موجود بس لازم تجيبه تجيبه وليه أمره وليه أمره هو اللي بيوقع على كل حاجة وليه أمره مرافق ليه طول الوقت فالقصة صعبة قوي تحت 18 قصة صعبة قوي فتدير كنا على جنب إذن فيه واحد من الثلاثة نسبة أنه يحدث أوليه جدا نروح للتنين البقية مواليد الـ 2001 والـ 2003 طالما فوق الـ 18 سنة لا يوجد أزمة تقدر فيه مواهب كتير جدا تقدر تستخدمها وتقدر أنه تجيبهم بأسعار أوليه جدا بأرقام أوليه جدا وتقدر تنفست أو تشوف والله نور جدا وبدأ يشتغل معاك كويس احتكتوا وانت ماشي في الطريق كويس جدا عظيم خاصة مواليد الـ 2001 مواليد الـ 2001 ده 21 سنة فده خلاص موال صغير مش لعيب صغير فأنت تقدر كأنك عندك ستة لعيبة فوق يعني بتاع الـ 2001 ده كأنك عندك ستة لعيبة فوق تقدر تستخدمه كلعيب إضافي بدل من أنت كنت دائما متحجم في الخمسة اللي فوق لا فأنت ممكن تستخدمه كلعيب إضافي فأنا شايف أنها أمر جيد جدا هيفيد الفرق وعلى رأسها النادي الأهلي اللي بتلعب في دوري أبطال أفريقي أو في الكونفدرالية اللي عندها منافسات وعدد مباريات أكبر طول السيزن فمهم جدا جدا أنت تستخدم ده طبعا يا جيمي في دوري أبطال أفريقيا وقتها مش هيتقل لك خمسة أو ستة أو ستة لا 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 دوري أبطال أفريقيا براحتك تقدر تشرك أي حد مقيد في قائمتك المحلية أي حد مقيد في قائمتك المحلية أنت بقى كاتحاد أهلي هو مش قضيته خالص أنت قوانينك قوانينك تطبق داخليا فدي برضو فدي ميزة حلوة أنت ممكن تلاقي نفسك فأنت يبع عندك ستة لعيبة أو سبع أجانب فدي حاجة كويسة فستة أو سبع لعيبة ستة أو سبع لعبين أجانب موجودين معاك حتى لما لعب منهم لقدر الله غير موفق أو لعيب مصاب ما تحسش أن أنت خسرت زي ما حصل السيزن اللي فاتحنا خسرنا بأمر قدري خسرنا بدري بنون بوست كورونا أو مضاعفات الكورونا من شهر واحد لشهر سبع لحد ما ميشي فإحنا خسرنا لعيب مهم جدا في خط دفاع النادي الأهلي وده كما ضمن العوائق اللي قد عندنا ومعوقات السنة اللي فاتت يعني أنه لعيب مهم جدا وخسرته ما عرفش تعوضهم تحت لو أنت عندك حد تاني وعرف أن الـ position ده فيه مشكلة فجبت لعيب اشتغل تحت أو حتى يشتغل معاك فوق كمنتمل هذه المرحلة السنية زي ما أنت محمد أشرف أحمد سايل عبد الرب النبي فعندك مجموعة قردي ألفين واحد وبتشتغل وتقدر تديك فأنت ما عندكش أي أزمة أنت تجيب لعيب أجنبي وأعتقد أنه هيكون في المتناول حتى ماديا بالنسبة لي النادي أنه يقدر يعود به الأماكن بتاعة الأجانب تحسبا أنه يبقى فيه أي أزمة خلال الفترة اللي جاي لا أخسان بقى زي ما حالك اتكلمت من كم حلقة عن فكرة أن اللعيب سعره إرشة وإرشين وانت لوقتي مطلوب منك تجيبه 30 و40 و50 وأرقام غريبة في السوق أو لما نادل آلي يمشي تلاقي راحة رجع بالإرشة بالزبط فهيدي الفكرة فأنت النهاردة لا تقدر قصة زي دي النادي الأهم اللي جاي فيها مفاجآت حلوة يعني الناس هتشوف قد إي أن النادل آلي لما بيجي يشتري أيمان جلبرتو مثلا بيبقى سعره 100 مليون لما بيسيبوه مش عايزينه سعره بينزل تاني عشو معلش ناسب أيمان يعني هأكد على كلام كابتن الإسلام في الحتة دي علشان الناس أحيانا بدأوا مستاءة ليه ما فيش إعلان للمفاوضات أو إعلان للتوقيع أو 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 أنت مجرد ما في نادي بيعرف ومش أضرب أمثال عشان الناس بتازعلي يعني مجرد ما في نادي أنت بتطلب منه لعيب اللعيب اللعيب اللي 8 و 10 مليون بيبقى بخمسين بيبقى بـ 30 مليون وهو ده اللي عندنا لأنه عارف أنك محتاج له وعارف أنه جمهورك بيضغط عليك فده دايماً نحن نقول للناس إيه حسبوا حسبوا الجمهور حسب نهاية فترة الانتقالات أنا جاي عندي القيدي في القدر أفريقيا يوم 15 يوم 15 ما تلاقي احتياجتك ما جاتش بأزعار قبل كده أنت بتضغط عمال بتعلي سعر اللعيب وخصوصاً اللعيبة معظم اللعيبة يعني في الدوري أهل طبعاً لعيبة جيدة ومميزة ولكن مشاركاتهم الدولية يعني اللعيب اللي يتقال أنه هو بـ 10 و 20 مليون أو اللي يتقال دلوقتي حمد لله في مصر برضو مميش نتكلم بالجنيه يعني نحن نتكلم بالدولار تيجي لعيب لا لعب مثلا منتخب ولا لا لعب منتخب أولمبي ولا شباب ولا ناشئين ولا راح حتى معسكر أو بوك يكون راح معسكر منتخب في وقت فيه 50 لعيب بيروحوا لمعسكر عشان الباسبورات يعني تتزبط يقول لك ده بـ 2 مليون دولار يعني فما بناشئ حتى نتكلم بالجنيه يعني فلا النهاردة حاجة زي حتة الأجانب دي نادي القهر أكيد في دارته في ناس تقدر تشتغل سكاوتينج حل وعندنا لعيبة محترفين أفارقا كانوا موجودين في النادي الفترات كابتن شطة مثلا موجود لو نستعين بجلبرت وفلافيو نشوف فيه أنيس بو جلبان على طول معانا بيساعد الناس دي لو الأهلي استعان بيها بالشكل الأمثل وعملهم لجنة كده معينة مع ناس متخصصة في حتة السكاوتينج دي تحديدة تقدر تجيب موهبة أو موهبتين أو كمان تلاتة ممكن تجيب النهاردة لو عنده 16 سنة ده لو قدرت تكتشف ونجيبه هو وابو يعودوا هنا في مصر لا يوجد مشكلة لأنه في الآخر ممكن يبقى ده تستفيد بيك فريق أول وبيعه مليم هذا المدارس الكورة اللي هي في أوروبا وفي الدنيا كلها ما هي بتشتغل كده على اللعيب اللي هي في السن ده خصوصا أنه كمان حضراتك قلت كلمة كويسة اللي عنده 21 سنة ده فعشان تتعامل مع انه لاعيب ناشئ أو لاعيب شاب لا ده هلند ده عنده كم سنة هاري كين لما صعد وكان بياخد أحسن لعيب في انجلترا وهدف الدور الإنجليزي كان عنده كم سنة دونارومو اللي هو أحسن حارس في العالم ده عنده كم سنة الناس دي ما عندهاش 35 سنة ولا 30 سنة الناس دي كلها اللي ابتدى فيهم واللي سطع كلهم ابتدوا من 18 وهم دلوقتي عندهم 22 سنة وأحسن لعيبة في العالم تحس انهم كبار اه لعيبة سنة صغيرين طيب فلازم احنا نستفيد بدي هتقلل كم فكرة ان ما حدش يطلب منك لعيب بعد كنت يجي تبيع يقول لك 25 سنة لا ما حدش هشتري برضو مهم جدا ان احنا نسأل اللي بيحصل في ليفر بول النهاردة كل مصر مدى محمد ليفر بول مستوام ليس جيد لعنة الرقم 7 لعنة الرقم 7 لعنة الرقم 7 في السنة السبعة ليورجين كلوب نزل درجة ثانية في السنة السبعة لدورتموند خدوا المركز السابعة في السنة السبعة مع ليفر بول بداية سيئة جدا فلعنة الرقم 7 بتصيب يورجين كلوب مجددا يورجين كلوب بداية مهتزة للغاية رغم انه دعم داروين نونيز عمل اكتر من تدعيم يقدر يساعد به الفرقة في البداية لكن لذالي الفريق متأثر بعد خروج ساديو مانيك اهتزاز خط الدفاع بشدة بالكامل بقى ترينت أليكزاندر أرنولد أو روبرتسون أو حتى فندايك حتى فندايك واحد من أفضل المدافعين اللي جن في العشر سنة الأخيرة جمز صعب جدا بصراحة غياب ماتيب كمان يعني ماتيب هو مش سوبر كواليتي أو مش كواليتي كبيرة لكنه أفضل بكتير من جومز جومز أزمة كبيرة تأثر صلاح بالحالة العامة للفرقة وضغط هالند خلي بالك وضغط طبعا طبعا ده مأثر في برشلونا ومن اللي بيجيب ثلاث اللي بيجيبوا جوان في كل حتة في العامة في برشلونا بحالاند وحالاند حتى هاريكين آآ آآ مش عامل بومينج في بداية الموسم واللي خلينا مش حدسين نوع عامل بومينج البداية البداية النارية بتاعة هالند الرجل بيسجل فيه برايمير ليج كل مباراة بيسجل الرجل بيسجل فيه لتشامبينز ليجيب بارح سجل فيبقى أنه البداية المهتزة بشدة دون سبب ليه ليفر بول مستغربة بشدة النهاردة بتلقوا هزيمة بربعية من نابولي وهزيمة بربعية مع رقفة رغم رغم الاستحواز 62% لليفر بول عدد الركنيات وعدد المحاولات أكتر لليفر بول لكنه لازال سلبي عدته كعادة كل مباريات ليفر بول الأخيرة استحواز سلبي عدم فعالية أمام المرمى متأثرين بشدة رغم المباراة أحرزوا فيها عشر أهداف لكن هي مباراة بظروفها لكن الإجمال العام بتاع الفريق والبداية مهتزة بشدة الأزمة داخل غرفة الملابس الدريسينجروم فيها أزمة كبيرة ما بين يورجين كلوب وما بين اللاعبين النهاردة حتى واضح تماما خروج محمد صلاح الغير موجهد السليم في الدقاءة 60 عليه علامة استفهام الصحافة الأوربية بعد المباراة مباشرة قبل ما ندخل على الهوى تنتهي الناس تتساءل ما هي الأزمة داخل غرفة ملابس ليفربول فيبدو أن فيه أزمة في المرتين اللي أنا قلت وملك لعنا أنت الرقم سعب على يورجين كلوب مشي في المرة الأولى مع مايس والمرة التانية مع دورتموند والمرة التالتة مع ليفربول هو لسه يدوب السنة اللي فاتت مجدد أصلا تعقده كمان مع ليفربول لفترة أطول يعني لا وخلي بالك في وسط أنباء متخل ماشي متخل خلاص ماشي يعني أنباء من الصبح خلاص ماشي وبالتالي خلاص بوتر خلاص برايتن تعال برايتن خلاص هو في ليفربول الأمر ممكن حتى يعني لأن حتى فكر الموسم اللي هو بعد ما خده كانت تقريبا الموسم البعض خده رابع لكن واضح أن فيه أزمة أن نفسه كلوب حتى صرح في مؤتمر صحفي قبل يعني فاطر لما قالوا أن كان بيتكلم أن ليفربول بيعاني في نص الملعب مع ماشي تدعمات إلى حد ما في نص مع تدعمات بتاعته كانت هجومية أكتر إلى حد ما قال لهم أنا والله كنت شايف أن روجت نظر بسطلع أن فعلا أنتو كلامكم صح هشوف هل حق أعمليه في آخر أيام المركب فهو واضح أن السنة دي في حالة عامة في ليفربول وممكن تكون في إنجلترا أنت عارف ممكن تكون بداية سيئة فجأة يعني تلاقي ليفربول بعد يناير مثلا الأمور اختلفت معا تماما وانطلق في المنافسة لكن فعلا الواضح حاليا لو هي مشاكل غيابات وانواقص في الفرقة أقول لك لكن ديستيربنس أو أزمة دوة ممكن نسيطر عليها في الفترة اللي جاية هما نفس المجموعة بنفس المدرب وهو إيه سبب أن الأزمة تحصل وأنا عندي نفس مجموعة اللاعبين وخلي بالك أنا مش مدرب جديد أنا بقالي سبعة سنين جوة جوة الفرقة فواضح أن الأزمة محتاج ليفربول وقت كي أتعافى من هذه الأزمة ولو ما خرقش سريعا هيبقى موسم صعب جدا جدا على ليفربول السنات ده بالنسبة ليفربول ولكن على الجانب الآخر أعتقد أنه من الوضع أنه موسم رائع لمنشستر سيتي لبس جي لكمان برشلونة بداية جيدة لبرشلونة وأنا للأسف برضو أنا مش للأسف بس مش فارق معاك كتير لا بداية جيدة لبرشلونة أعمال ناخد الدور ليجا يزليك بقى دربولنا رقم الأهلي في مقتل يعني فعايزين في الدور بس يعدوا شوية وبرشلونة ربنا يوفقوا بقى في أوروبا أو في أي حتة تانية تدعمات برشلونة السيزن الحالي كانت تقول أن الموسم ما يبقى كده التدعمات طابي رجع السيزن اللي فات خد له شوية جوالات في الآخر رجع الفرقة إنها توني في الوصافة قدر ورغم أن الفرقة كان فيها نواقص كتير ومشاكل كتير فده كان بيوندر أنه على صعيد القيادة الفنية الرجل ده برجع بيته فعارف حافظ كل تفاصيل برشلونة التدعمات سواء كوندي كريستيانسن حتى ألونسو فرانك كيسي وطبعا التدعيم الأهم والأبرز ليفندوبيسكي وهنا خليني أقف معلش دقيقة وأطلع من الكرة وأرجع لحلقة اللي فاتت الفرود يا كابتن لما بيكون عندي كواليتي فرود كبير كواليتي كواليتي فرود الجودة مش التوفيق لأن الفندوبيسكي كان بادئ بداية غير موفقة مع برشلونة أول ماتشين ثلاثة لكن بتكلم على الجودة لما بيكون عندي جودة بيكون عندي جودة في المهاجم بتتوجلي اللي أنا بعمله كله في الملعب ودي كانت أزمة بتحصل عندنا فأنا عشان كده ده بعدنا نتكلم على حلقة كاملة عادنا نتكلم على جودة المهاجم رأس الحربة اللي جول 18 بيعمل إيه وبيترجم كل المجهود اللي الفرقة بتعمله فده مهم جدا 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 في أي فرقة عشان تصل إلى مرحلة الفعالية الهجومية إنه بي عندها مهاجم بالحجم ده هاريكين في توطنم ليفندوبيسكي مع بايرن ودلوقتي مع برشلونة هالند وما أعظم ما يقدمه هالند يعني لأ وكمان هالند ده رايح من لما راح الدوري الإنجليزي حتى الناس لما كانوا يتحرك وبتالي يقول لك ده راح للدوري اللي ما فيوش بريمن ومعرفش فرانكفورت اللي هي الفرقة اللي ممكن من وجهة نظرك برضو هل ساديو مانيكسيب يعني ناجح مع بايرن مونيخ بص بايرن مونيخ وخلينا حطهم لك كلف الميزان رغم اختلاف ده فوق وده تحت ونتكلم على الفرقة اتنبي بما انهم كانوا بلعبوا النهاردة بايرن مونيخ وايكس الاثنين دول عندهم سيستم عظيم جدا يخرج لعيب يدخل لعيب نفس الشكل نفس الشكل يتغير المدرب ييجي مدرب جديد يعني ايكس وهرجع لك تاني بايرن مونيخ ايكس النهاردة بكسبوا رينجرز البعصفر بونتهى السهولة رغم انهم صابوا تين هاج تين هاج دلوقتي في اليونيتد وجابوا لعيب بتاعهم وجابوا ألفريد شرودر ألفريد شرودر مدرب كان مساعد لكومن ونفس الشكل أقرع نفس الشكل بالزبط نفس الطريقة نفس الستايل نفس السيستم نفس كل حاجة نفس أربع سفر نهاردة مع الرقفة بكسبوا رينجلز بايرن مونيخ سيستم سيستم وجود يعني ما تيجي تبص على في رقفة تلاقي كينجس لكومن لرويساني نهاردة نجمل مطش جاب جون والهدف تاني ساهم فيه عمل أساست لكن أمبرود دامبروزيو يجابه في نفسه وهم بيلعبوا إنتر فلا بايرن سيستم بايرن جابه جورديو لا حطه أنشلوت بأي الرانجيك أي حد بيشلوه بيحطه حد تاني نفس السيستم تتغير طريقة اللعب يتغير الشكل العام لكن التفاصيل جوه السيستم بايرن مونيخ يظل واحد من أفضل المؤسسات في العالم اللي بتتعامل بهذا المنطلق أنه يتغير الأفراد والسيستم واحد مونيخ السنة اللي فاتت كان دايماً يتكلام عندهم على حاجة آه يا أنا عارف أنه بتزعج البعض هنا وحتى من جمهور النادي الأهلي ساعات يقول طب ليه بنعمل سقف في التعاقدات أو سقف في الرواتب أو الحاجات دي بايرن مونيخ وماشي بالسيستم ده النهاردة قلبة لما راح ريال مدريد كان عنده مشكلة أنه معليش في الراتب بالشكل وعايزه رغم كل النجاحات دي وحس في فترة أنه برضو كان محتاج يعلب السق يعني هم عندهم برضو في سيستم معين هم ماشيين بي أن أنا النادي بتاعي ده يدار بالطريقة دي أنت موجود معي تقعد معي مبسوط أنت مش مبسوط خلاص هتمشي وأنا حتى ما مش هتحس فعلا باللعيب اللي بيخرج فيه العيد تاني بيدخل مكان بالدنيا هي ماشية وهم موجودين وفعلا نموذج الناس بتحقق نجاحات في بلده حتى في أوروبا على طول موجودين ما كانش بيكسب مرة البطولة أو في السمي فاين على طول ما ما تحس فجأة أن فيه انهيار في بارني ميلا فترة سيطارة وبعد كان انتر وفجأة تلاقي يوفينتوس نهار وبعد بعد رجع ثاني ميلا نهار انتر نهار بعد انتر رجع ميلا نهار يوفينتوس متسايد دلوقتي يوفينتوس منهار فتلاقي الفرق دي رغم انها فرق برضو مؤسسات لازق لما تقع وقع جمد لكن بيرني ميونيخ حتى لما يقع ما تحس ان انهيار بيرني في فترة تحس بعيد ليفربول في فترة كان بعيد بعد كان رجع على قصة المنظومة العمل الفردي والعمل المؤسسي لما كان يقول لك اي منظومة عمل ايمة على شخص وده كان بيحصل في ميلان مثلا ايمة على شخص بيرنسكوني ممكن بيرنسكوني ممكن تقعد سنة اثنين ثلاث اربعة خمسة ست مش أزمة لكن هتقع العمل المؤسسي ممكن العكس ممكن تبقى وقع سنة اثنين ثلاثة لكن هترجع تاني اوتوماتيك مش محتاج ان انت تعمل فيها مجرد ما بتصلح اخطاء لان العمل المؤسسي بينجح اوتوماتيك طول ما انت بتعمل الستيبس صح جوه المؤسسة اللي انت بتشتغل عليه ده الفرق ما بين المنظومة القيمة على فرض وده الفرق لما تقول كلمة استمرارية يبن لازم تحط جنبها عمل مؤسسي عشان تقول انه في نادي مثلا زي النادي الاهلي مية وخمستاشر سنة هو محافظ على نفس الشكل ده باختلاف كل الافراد وكل الرؤساء وكل العاملين بقدارته التنفيذية على مدار المية وخمستاشر سنة تقول انه العمل المؤسسي اللي هو مش افراد تحصل اخطاء وبيحصل اوقات ازمات وبيحصل هبوح هذا في الكرة وفي الرياضة ده علم نفسه بارني مينوخ نفسه في فترات خسر دوري وخسر دوري ابطال اوروبا والحياة ما كانتش عدق يعني قصدي لكن في الاخر ببنقول بارني مينوخ مكيان ما نهرش لانه النادي الاهلي في فترات بيقع فترات بالمستوى ممكن ما يبقاش احسن حاجة تخسر بطولات ولكن طول ما النادي الاهلي هو مستمر في سياسته المؤسسية والعمل بتاعه بالطريقة اللي احنا كلنا تربنا عليها وكلنا اعتدنا عليها حتى لو وقع الوقع اللي هي الطبيعية في اي الرياضة هيقوم على طول لكن في الناحية التانية لما نشوف الاندية اللي هي زي ميلان نتكلم عن ميلان انتر حتى يوفينتوس كان في فترة 10 سنين نتكلم عن 10-12 سنة متسايد حاليا هو بعيد نتكلم في منشستر ينايتد نادي بحج منشستر ينايتد شعبية منشستر ينايتد يعني صلاح حتى قال جملة هي اقرب يعني هي فعلا الحقيقة ان وجود وجوده هو كصلاح في ليفر بول خلى المصريين شعبية ليفر بول بالنسبة لهم تعلى لان مصر كانت معروفا ما بين منشستر ينايتد وارسنل وشوية تشيلسي شوية مش عارف مجموعات افراد صغيرة لكن اليهر دا ليفر بول على نتكلم في السكيل حتى للشباب الصغير والاطفال كله شايف صلاح وكلهم نفسهم يبقوا زي صلاح فكله حتى بيشجعوا لعيبة ليفر بول كانوا في اليورو يعني كما تفرج على منشاة اليورو تلاقيهم يعني ده حب وساديو منيح عشان خاطر لبركات كانوا بشجع عبدالز خاطر كسل عاد فأنا دايما من درس اللي احنا بنقوله ده هنا هي فكرة عمل المؤسس عمل المؤسس تشغالك مؤسسة حتى لو حصل هترجعتين انا بشكركم شكرا جزيلا جيمي على وجودك معنا شكرا جزيلا جيلبرتو على وجودكم معنا معلومات مهمة جدا ويظل دائما النادي الاهلي اللي بيعلمنا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وما تقلقوش خالص ان شاء الله ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الحد اللي جاي ويبقى معنا حاجات كتيرة جدا نقدر نتكلم عنها ونقدر نقولها انا بشكر حضراتكم وان شاء الله اشوفكم يوم الحد